هل أن السنة القادمة هي نفس الموارد عندنا؟ أم ستكون أقل؟ فإذا التزمنا بنفس السياقات كيف نستطيع أن نغطي؟ ثم هذه الموازنة فيها عجز وعجزها كبير تقترب الموازنة من أن ترى النور قريباً ما جرى خلال الأيام الماضية كان عبارة عن صراع بين الأحزاب السياسية الشيعية هدفه الاستفادة من ملف الموازنة استعداداً للانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات أما تعطيل الاتفاق بين بغداد وإقليم كردستان فهو الحجة التي عطلت الموازنة من أجلها تقرير لصحيفة شرق الأوسط أوضح أن رئيس الوزراء السابق نور المالكي احترض على آلية صرف الأموال لإقليم كردستان وقدم ملاحظات عن ألغام في بنود الموازنة قد تسمح بتغيير معادلة القوى داخل تحالف إدارة الدولة المالكي كان يخشى أن تتحول الموازنة إلى أداة فعالة بأيدي رئيس الوزراء محمد شيع السودان وحكومته خبل شهور من الانتخابات وفقاً للصحيفة وظهر المالكي قبل أيام في لقاء متلفز وأعلن أن إقرار الموازنة بات قريباً وسيستفيد منها في حملات الإعمار التي تشهدها البلاد وقد تكررت هذه التصريحات مع قادة أحزاب أخرى داخل الإطار التنسيقي فيما يبدو أنها محاولات لسحب الأضواء من رئيس الوزراء محمد شيع السوداني وعاد مشروع قانون الموازنة إلى طاولة المفاوضات السياسية بعدما أجرت اللجنة المالية في البرمان نهاية الشهر الماضي تعديلاً فيما يتعلق بحصة إقليم كوردستان وآلية تصدير النفط من أراضيه وهو ما يعتبر نسفاً للاتفاقية الموقعة بين بغداد وأربيل في شهر نيسان الماضي وتخشى القوى التقليدية الشيعية من تحركات السوداني ودخوله الانتخابات بمفرده وهو ما يجعله منافساً لهم مستنداً على الشعبية التي حصل عليها منذ توليه السلطة ترجمة نانسي قنقر